موسيقى 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 بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على جريمة إحراق الطفل الفلسطيني علي الدوابش ووالديه في قرية دومة الفلسطينية بالضفة الغربية وبعد موجة غضب فلسطيني واستنكار واسع لتلك الجريمة التي نفذها متطرفون يهود وجه القضاء الإسرائيلي تهما إلى إسرائيليين بالقتل والتآمر بعد أن قاما بإحراق منزل العائلة الفلسطينية مما تسبب في مقتالها اتهام يمثل مرحلة أولى من مسار قضائي طويل الأمد تأخرت بدايته ولا يعرف كيف ستكون نهايته لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من تل أبيب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان معنا أيضا من تونس الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي بإمكانكم مشاهدين أيضا أن تشاركوا معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي سيد أوفير سأبدأ معك مساء الخير بحسب المدعية العامة تم توجيه تهم لشخصين في هذه الحادثة حادثة مقتل أو قتل الطفل علي الدوابشي ووالديه حرقا اللافت أنه محامي الدفاع عن الشخصين المتهمين يعني أعربوا عن استنكار شديد وقالوا أنه المتهمين يعني تم انتزاع اعترافات منهم زائفة وتحت التعذيب أود أسمع أولا تعليقك على هذا الموضوع تعذيب ضد مستوطنين في إسرائيل يعني بشغل لافته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تعذب أحدا لا تعذب إرهابيين فلسطينيين ولا تعذب إرهابيين إسرائيليين ولكن الأجهزة الأمنية قد بذلت جهودا كبيرة جدا من أجل التواصل إلى الحقيقة التواصل إلى القتل الذين قتلوا أفراد عائلة دوابشة الأبرياء إسرائيل هي دولة قانون وطبعا عندما يتم قتل أحد يتم تقديم الجاني القاتل الإرهابي إلى العدالة بدون شك طيب دكتور مصطفى مساء الخير بداية ما رأيك هل هذه مسألة إيجابية يمكن النظر لها بإيجابية أن يتم توجيه التهم لأشخاص معينين بالقتل والتآمر في هذه العملية القتل أم أنها كما يقول البعض على الجانب الفلسطيني يعني مجرد واجهة إعلامية لا أكثر ما رأيك في ذلك لا توجيه الاتهام أمر إيجابي ولكن تأخر كثيرا والأهم من ذلك أمران الأمر الأول هذه ليست الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المستوطنون هذه واحدة من مئات الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر من حرق الأشجار إلى حرق البيوت إلى الاعتداء على الكنائس الاعتداء على المساجد وحرقها إلى أيضا محاولة حرق عائلات أخرى جرى ذلك خلال الأيام الماضية أكثر من مرة ويقوم بذلك مستوطنون غير شرعيون يخالف وجودهم في الأراضي المحتلة القانون الدولي المشكلة أن دولة إسرائيل تتسطر على هؤلاء المستوطنين وتحميهم وتوفر لهم حماية الجيش ودولة إسرائيل دولة عنصرية تغذى فيها المشاعر العنصرية ضد العرب وضد الفلسطينيين وبالتالي هؤلاء الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء ضد عائلة دوابشي هم إفراز لأمرين إفراز لحركة استيطانية غير شرعية وغير قانونية يجب أن تمنع منعا باتا وتشجعها دولة إسرائيل وتصرف عليها الأموال وثانيا هم نتاج التحريض العنصري المستمر والذي شارك به نتنياهو أمس في شارع ديزينغوف في تل أبيب عندما اتهم العرب بصورة عامة بأنهم مرهبيون ومعتدون وهذه الدعاية العنصرية هي السبب الرئيسي الذي يغدي مثل هذه الجرائم ما لم تقم إسرائيل بتحريم الاستيطان ووقف المستوطنين عن التواجد في الأراضي المحتلة وإزالتهم هي في الواقع كدولة وكجيش مشاركة في الجريمة سيد أفير ما رأيك في ذلك وجود هؤلاء المستوطنين كما يقول الدكتور مصطفى وكما يعتقد الكثيرون على الجانب الفلسطيني هو سبب كل هذه المشاكل وهذا يتم كما يقولون بغطاء وبرعاية من الحكومة الإسرائيلية لماذا لا تقوم إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية برفع الغطاء عن هؤلاء برأيك أولا أنا أرفض ما قاله مصطفى لأنه بعيد كل البعض عن الواقع رئيس الوزراء لم يدل بأي تصريحات عنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد العكس هو صحيح وأشهد بتنديدات لعمليات القتل التي ارتكبت بتل أبيب التي عبر عنها قادة المجتمع العربي في البلاد وهو مواطنون مثلنا ونحن نحترم ذلك ونريد أن نعزز التعايش بين اليهود والعرب في دولة إسرائيل رئيس الوزراء أشار إلى مشاكل التطارف والتحريض الموجودة في المجتمع العربي في إسرائيل ولذا يجب التعامل مع هذه المشاكل لأننا نريد أن نحسن ونعزز التعايش في البلد ولكن أريد أن أقول شيئا آخر إسرائيل تدين وتتاهم وتقدم إلى العدالة إرهابيين قتلا أفراد على الدوابشة بينما في طرف الفلسطيني يتم تكريم آلاف الإرهابيين الذين ذبحوا أطفالا ونساء وشيوخا ورجالا إسرائيليين أبو مازن يستقبلهم في المقاطعة أبو مازن يدفع رواتب الشهرية المجتمع الفلسطيني يعتبرهم أبطالا لأنهم قتلوا مدنيا إسرائيليين بدم بارد يوجد هنا فرق شاسع بين منجتمع حضاري ديمقراطي وكافح الإرهاب من أي طرف كان إذا كان فلسطينيا أو إسرائيا ويوجد طرف آخر طرف يعتاز بالإرهاب يعتاز بالقتل يماجد القتلى والإرهابيين والسبب للمشاكل التي نعيشها في هذه المنطقة بذاتي الإرهاب الفلسطيني لم تجبني على سؤالي فيما يتعلق بالمستوطنين نحن لا نقبل عنف من أي طرف كان نعم أنا أرود لك على هذا السؤال نحن لا نقبل عنفا وانتهاكات من أي طرف كان ونحن نعمل ضد هولى المتطرفين ولكن أريد أن أؤكد لك وأذاكر للمشاهدين بأن المستوطنين أجمع أدانوا هذه الجريمة النقراء يعني هذه هي فئة ضلة قليلة الحجم قليلة العدد تم استنكارها من قبل جميع فئات المجتمع الإسرائيلي نحن لا نفتاخر بالإرهابيين ولا نكرم الإرهابيين ولا ندفع لهم الرواتب عندما هم في السجن ماتا تمت مقاضات إرهابيين فلسطينيين في السلطة ماتا تم تقديم فترة فلسطينيين إلى عدالة هذا لم يحدث إطلاقا ماشي مجتمع حضاري أولا أمدا هذا لم يحدث ماشي دكتور مصطفى أولا سيد جندلمان يقول أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع حضاري وأن كل الإرهابي يتم التعامل معه بنفس الشكل ووصف الذين يرتكبون هذه الأعمال بالفئة الضالة بتأكيد داخل أوساط المستوطنين أولا عوفير جلدرمن شخصيا نعم أولا عوفير جلدرمن شخصيا هو من دافع عن قتل 2252 فلسطيني في غزة وهو الذي خرج على شاشات التلفزة ليبرر قتل 590 طفل فلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان الأخير على غزة ثانيا عوفير جلدرمن يبرر الاحتلال نتنياهو أمس قال في كلامه قال في كلامه لا تقطعني قال في كلامه أن إسرائيل لا يمكن أن يكون فيها دولتان في الواقع إسرائيل فيها قانونان قانون لليهود وقانون للعرب عنصري يميز تمييز عنصري والدليل على ذلك أن وزير التربية والتعليم نفتالي بين أمس منع ترويج كتاب كتبة يهودية فقط لأن منع ترويجه في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية لأنه يتحدث عن قصة حب بين عربي ويهودية هل هذا هو التعايش؟ هذا وزير التعليم في إسرائيل نفتالي بينت حليف نتنياهو إسرائيل تقوم بالقتل والتنكيد الفلسطينيين نقاوم الاحتلال ولا تستطيع إسرائيل أن تحرم الفلسطينيين من حقهم في مقاومة الإخراف خليني أكمل كلامي لا تقاطعني إسرائيل لا تستطيع أن تمنع الفلسطينيين من مقاومة الاحتلال هذا حق مشروع في القانون الدولي هذا حق مشروع في القانون الإنساني الدولي إسرائيل تحتل أراضي فلسطينيين من 48 عاما إسرائيل تمارس الاستيطان الذي يعتبر لا تقاطعني أنت غير مؤدد عندما تقاطعني أنت تقول أنت غير مؤدد هذا يدل على سلوك عمساني ويدل على سلوك مقاومة أطلب الأخي مخرجي لفضل الله الصوت على سيد جندلمان إذا لم يسكت لحظه ممكن يخرس عشان أتكلم فضل بك خليه يخرس عشان أتكلم عندما يقاطعني يتصرف كمحتل وليس كإنسان حضاري لو كان إنسان حضاري كان يستمع لما أقوله بدل أن يحاول أن يقاطعني بس هو محتل يريد أن يمنعنا من الوجود على أرضنا يريد أن يمنعنا من حقنا في مقاومة الاحتلال ويريد أن يمنعنا من الحديث هذا هو السلوك الحضاري هذا ليس سلوك حضاري هذا سلوك إنسان متسلط وعنصري وأنا أقول إسرائيل ليس من حقها أن تمنعنا من مقاومة الاحتلال ليس من حق إسرائيل أن تستوطن ليس هذا رأينا هذا رأي القانون الدولي هذا رأيي كل دول العالم كل دول العالم هذه النقطة الأصلية دكتور مصطفى هذه النقطة الأساسية أود أن أسأل السيد أوفير مرة أخرى وربما بشكل آخر عن مسألة المستوطنين يعني لو لا وجود هؤلاء المستوطنين في دومة وفي مراطق أخرى من الضفة الغربية لما كان هذا التوتر موجود الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الصدام الاستيطان إذن من وجهة نظر الكثيرين هو لب المشكلة لماذا تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما فيه لا أعتقد انظر الترف الفلسطيني يعتبر وجودنا في أرضنا كل أرضنا استيطانا تم وصف القتل في تال أبيب كأنه مستوطنين هم ليسوا مستوطنين وبالتالي الإرهاب الفلسطيني لم يبدأ عام 67 وبدأ عام 22 عندما لم تكن هناك أي مستوطنة لأن الترف الفلسطيني يعارض وجودنا على أرضنا لماذا يقول الترف الفلسطيني الصراع صراع وجود ولا حدود لأنه يرفض وجودنا نحن نريد أن يكون هناك سلاما نحن نحارب الإرهاب اليهودي الترف الفلسطيني لا يحارب الإرهاب الفلسطيني من قام بتهجير الفلسطينيين؟ القيادة الفلسطينية الدول العربية طبعا عام 48 وفي عام 67 بعد أن يتعدد الدول العربية على إسرائيل هذه رواية معروفة أود أن أعود أسألك السؤال لماذا الحكومة الإسرائيلية تشجع السياسة الإسرائيلية التي هي لب المشكلة؟ هذا هو السؤال لب المشكلة ليست المستوطنات لماذا تشجع حكومة ناثنياهو سياسة الاستطان؟ على أي شبر من أرضنا هذه هي الحقيقة الاستطان هو استطان أو بناء وحدات سكانية على أراضي متنازع عليها بموجب المفاوضات كان علينا أن نصل إلى حل في هذه القضية والحل هو بسيط للغاية يا سيدي خليها على افتراض أراضي متنازع عليها حتى يحل هذا النزاع وقف الاستطان نعم ولكن نحن نبني فقط في الأراضي التي ستكون دي من حدودنا لماذا نوقف هذا البناء؟ أتبعي أن يبني كما يشافي أراضي من قررها؟ هذه الأراضي متنازع عليها ليست مختلرة لأنها لم تحتل من أي دولة ذات سيادة ما هو إذا متنازع عليها لا يحق لك البناء عليها وإذا أنت تعتبرها جزء من دولتك المستقبلية هذا موضوع آخر حدد اختار واحد من الاثنين أنا أقول أقول المفاوضات تجري على هذه الأرض على أراضي سمعة وستمية طيب مدام المفاوضات تجري على هذه الأرض وقف البناء حتى تنتهي المفاوضات يا سيد جندل مسألة سهلة ولكن يجب أن نتفاوض لأن هذه الأراضي هذه الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية بموجب القانون الدولي يعني يمكن التواصل إلى حالة هل تعرف الفلسطيني يريد حالة وبموجب القانون الدولي من نوع عليك أن تبني فيها هذا شيء واضح جدا لذلك يتم تركيز على هذه القضية دكتور مصطفى ما رأيك السيد جندلمن السيد جندلمن لا يعتبر أن الاستيطان هو لب المشكلة ما رأيك في ذلك رأيي أن إسرائيل تولي تخالف القانون الدولي كل يوم تخالف حقوق الإنسان كل يوم احسب كم عدد الشهداء الذين سقطوا بيد إسرائيل هل ستهدم بيت هذا المستوطن الذي قام بحرق عائلة دوابشة واعترف بذلك طبعا لن تهدم بيته أما نحن تهدم بيوت الفلسطينيين حتى قبل أن يحاكموا الآن هناك عشرات الفلسطينيين هدمت بيوتهم حتى قبل أن يعرضوا للمحاكمة هذه دولة عنصرية قائمة على التمييز العنصري كل نظامها عنصري وقيمت على أكتاف وعلى هدم بيوت 700 ألف فلسطيني جرى تهجيرهم من فلسطين وهم يشكلوا الآن 6 ملايين لاجئ فلسطيني وفوق ذلك قامت باحتلال الضفة الغربية وغزة والقدس ثم تقول أراضي متنازع عليها إذا كانت أراضي متنازع عليها فعلينا أن نعود إلى حدود 47 حسب قرار الأمم المتحدة هل هو على استعداد لأن يخلي يافا لأنها جزء من أراضي الدولة الفلسطينية المحددة في قرار الأمم المتحدة عام 47 هل أستطيع أن أذهب أن أعيش في يافا هل يقبل بذلك طبعا لا المشكلة في الموضوع أن إسرائيل تمارس احتلال غير قانوني وغير شرعي تمارس نظام اضطهاد عنصري تحولت إلى دولة الأبرتايد والفصل والتمييز العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية ولكن لن تكسر مقاومتنا لن تكسر إرادتنا في الحرية هو يعرف ذلك جيدا وهو مغطاض من هذا الأمر ويعرف أن الشعب الفلسطيني لم يردخ في الماضي ولن يردخ الآن ولن يردخ في المستقبل ولن يتنازل لا عن حقه في العودة ولا عن حقه في الحرية ولا عن حقه في تحرير أراضيه المحتلة ولا عن حقه في كنسة الاستيطان أما وصف الفلسطينيين عندما يقاوم بأنهم إرهابيين أما عندما يقوم الإسرائيليون بقتل وحرق عائلات يحاكموا بشكل حضاري ولا تهدم بيوتهم فهذا هو بالضبط جوهر النظام العنصري الإسرائيلي ونظام التمييز القائم على العنصرية لا يستطيع سيد جلدرمن أو غير جلدرمن أن ينفو الحقيقة الحقيقة واضحة أن إسرائيل تحول في دولة احتلال بل إلى نظام تمييز عنصري كامل أرد على هذه المسألة سيد جلدرمن ومسألة أنه هل سيتم هدم بيوت المتهمين هذول الاثنين الذين تم الإعلان عنهم ربما 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 المحكمة سوف تقارب في هذا الموضوع ولكن أريد أن أعود إلى ما قاله مصطفى لا يمكن مقارنة هذا الإرهاب اليهودي مع الإرهاب الفلسطيني لأنه كانت هناك عمليتا قتل إسرائيليتين فقط عائلة توابشة ومحمد أبو خدير رحمهم الله والقتل الذي قام بالجيش الإسرائيلي في غزة والأمسين ومثل وخمسين قتل في غزة منذ عام 2022 مجرد في الأيام الأخيرة احتفل عناصر فاتح بأول عملية إرهابية ضدنا لم يحتفلوا ببدء عملية السلام أو بإنجازات سياسية فلسطينية لا هم احتفلوا بأول عملية إرهابية ضد إسرائيل يعني توجد هنا ثقافة إرهابية ثقافة قتل نعم هذه ثقافة قتل أطرف الفلسطيني لا يسمح لأي يهودي بأن يعيش في أراضي أطرف الفلسطيني لا يريد أن يعيش يهودي واحد في الدولة الفلسطينية العتيدة هذه ليست عنصرية هذا هو أبارتد من الدرجة الأولى في إسرائيل 20% من المواطنين المواطنون عرى متسوئ الحقوق يخدمون في الجيش وفي الحكومة وفي المحاكم وفي الجامعة وفي كل مكان هل يوجد يهودي في الحكومة الفلسطينية أو في أي حكومة عربية يعني انظر هذه القضية خارعة للمفاوضات الحال موجود وهو وارد في منال اليد ولكن الطرف الفلسطيني يرفض السلام انظر أنتم مجتمع متكاون من عصبات لكم فتح والجبهات وحماس والجهاد الإسلامي كلهم مدججين بالسلاح لحد يوم القيامة هل هذا مجتمع داري كل واحد عنده صواريخ كل واحد عنده راجمات صواريخ كل واحد عنده رشاشات وكذا يعني هذا هو مجتمع طالبات أي مجتمع في العالم يحمل السلاح بهذه الكمية كل البلدة القديمة في القدس مليانة مستوطنين يحملون رشاشات سامعني دعني أجيب بير صحيح على الإطلاق كيف غير صحيح على الإطلاق أنا شفتهم هل شرطة تحمل السلاح؟ نعم اليهود الذين يسكنون في البلدة القديمة يحملون السلاح لا 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 أنا شفتهم يا سيد جندلمان يحملون السلاح المرخص نعم هل حماس تحمل السلاح المرخص؟ هل العسابات الفلسطينية تحمل السلاح المرخص؟ المرخص؟ لا طبعا لا طيب أود أن أشكرك سيد أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دكتور مصطفى إذا بدك تعلق عنده أقل من نص دقائق باختصار شديد حتى الفلسطيني عندما يقاوم يقاوم كأفراد مقاومين ولكن الذي يرتكب القتل والإجرام في غزة وفي الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل الرسمية هي دولة تمارس القتل والإرهاب وهو لم يستطع أن يجيب على سؤال واحد كيف قتلوا بـ 2250 شهيد فلسطيني في غزة ومنهم 590 طفل دماؤهم على يد نتنياهو وغلدرمن وكل الجيش الإسرائيلي وسيحاكموا على ذلك في يوم من الأيام في محكمة جرائم الحرب الدولية إن شاء الله طيب دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا من تونس وشكرا لضيفنا من القدس أو من تل أبيب الأحرى وفير جندلمن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر